نتحدث أيضاً على الوفود التي جاءت لمساندة المملكة في هذا الخيار السلمي الذي دع له الحسن الثاني بعد خطاب 16 من أكتوبر قيل حينها مثلاً عربياً على الأقل الوفد السعودي كان هو الأكبر كان هناك وفد من المملكة الأردنية الهاشمية كان مشاركة إماراتية وازنة عبر تمثيلية يجسدها ابن الراحل الشيخ زايد وهنا نتحدث عن الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات حالياً كانت هناك مشاركة وازنة وإجماع تقريباً اللهم إن استثنينا الجزائر إجماع عربي إسلامي على المساهمة مع المملكة مع الحسن الثاني في هذا الحدث صحيح وصلت وفود من عدد من الدول العربية وكان الملك يستقبلها في القصر الملكي في مراكش تتعرف بأن القيادة ديالد مركز القيادة كان مراكش كان في مراكش وكان في قصر اسمه قصر الدار البيضاء ما شاهده القصر الملكي العادي في قصر ملكي اسمه قصر الدار البيضاء وهذا بناه الحسن الأول في نهاية القرن التاسع عشر فيه كانت يستقبل وفود الصحافية وفيه كانت يستقبل وفود كذا وكذا وأذكر أن الوفود عندما تصلت تركفق واحدة شاحنات وتدخل المدينة والمدينة كلها تتخل جباش تحييها يكونوا على علم أنه جاي وفد عربي مراكش كانت عايشة في شوارع ليلة نهار ما هو أكبر لأنه كانت تصل الوفود ديال المسيرة للمراكش فكانت يستقبلهم الناس الوفود الأجنبية يستقبلهم الناس رؤساء الدول اللي جاءوا يستقبلهم الناس إذن كانت مراكش كانت متى 12 في الليل والنهار لا بد أن نحييه الناس ديال المراكش اللي ظهروا واحد هذه صورة للوفد السعودي حينها هذا وفد السعودي اللي يوصل كان من أكبر الوفود كنت قلت لي أن أحد الوفود العربية قد منع من التحليق هذا الوفد الأردني الوفد الأردني عندما أشعرت الجزائر بأن طائرة خاصة تحميل الوفد للمشاركة في المسيرة منعت الطائرة من التحليق في الأجواء الجزائرية لهذه الدرجة لهذه الدرجة فاضطروا يمروا حول الأبيض المتوسط وعد يدخلوا إلى المعال الكل يعلم أن الراحل الحسن الثاني كان له علاقات متينة جدا مع مجموعة من قادة الدول الأفارقة أفريقيا أيضا هي الأخرى شاركت في هذه المسيرة شاركت إما شاركت بوفود وإما شاركت ببرقيات وإما شاركت بالحضور الرئيس سنغور جاء إلى المغرب ورئيس سوفيت بوني جاء إلى المغرب رئيس ليفواري وهذا غابو عمر بونجو هذو كلهم باعتوا برقيات وباعتوا وفود كانت وفود إفريقية بحيث الأعلام التي كنت أنا من التي كنت تنظر روبرتاج وتنصيح وتنهوت في المسيرة كانت يبنوا لي هذوك الأعلام فهذا تزيدك واحد النوع من من الشعور بالحماس وبالتأييد والاعتزاز ترجمة نانسي قنقر